هنبدأ مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار لحصرة امبارح الرئيس عبد الفتاح سيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لقاء تناول طبعا مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات للوصول إلى وقف الإطلاق النار كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء شهد بمقار مكتبة الأسكندرية فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي اللي بتقام بمدينة الأسكندرية ضمن استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضرية العالمي في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة أخبار كتير حصلت امبارح من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهديئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول لوقف إطلاق النار وتبادل للمحتجزين والنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتبار أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الدور المحوري اللي بتقوم بي وكالة الأونرواه وضرورة عدم إعاقة عملها كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين لكونوا مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن لقاء شهد أيضاً التطرق للأوضاع في لبنان والتصعيدات المتبادلة اللي شهدتها المنطقة مؤخراً وأكد الرئيس أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق كما حذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تدعيات جسيمة على شعوب المنطقة إنبرح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مكتبة الإسكندرية فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي اللي بيقام بمدينة الإسكندرية ضمن استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضر العالمي في دورته الاثناشر بمدينة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللي بينظام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 وأكد رئيس الوزراء أن مصر ملتزم بإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالمناخ والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة ونواصل جهدنا للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات وقال إن الحكومة المصرية بتتبنى نهج تدريج داعم للامركزية لضمان مشاركة مرنة وفعالة للمدن والمجتمعات المحلية في المسار التنموي ونؤمن بأن الشباب قادرون على ابتكار حلول جديدة للتحديات اللي بتواجه المدن ونعمل على تمكنهم من لعب دور فعال كما دعا الحضور للقاء مجددا في المنتدى الحضر العالمي بالقاهرة الأسبوع المقبل تحت شعار الكل يبدأ محليا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة انبارح التقت دكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء وين بينج المدير العام ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمرية على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم المدن العالمي 2024 بالإسكندرية وقال رئيس الوزراء نتطلع في إطار الشراكة لبناء منطقة صناعية في مدينة العالمين الجديدة بتضم صناعات مهمة زي السيارات الكهربائية ومدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد التشييد والبناء وخلال اللقاء بحث الدكتور مصافة مدبولي مع الشركة الصينية تطلع الحكومة لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية مؤكدا أن التعاون في إطار هذا المشروع الهام يمكن أن يتم من خلال الشراكة بين الجانبين والمشروع بينطبق عليه معايير مبادرة الرئيس الصيني للتنمية في الدول الإفريقية واللي أعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي مؤخرا ضمن مبادرة الحزام والطريق امبارح وفي بداية جولته بمحافظة الإسكندرية شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استفاف معدات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية وشدد على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لضمان جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة تخص الأمطار أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقه مشروع تطوير شارع النبي دانيال بحي وسط المحافظة وأشار إلى الاهتمام البالغ اللي بتليد دولة لتطوير مختلف المواقع بجميع محافظات الجمهورية وأكد على اهتمام الحكومة بشكل خاص بتطوير المناطق الأثرية وأن محافظة الإسكندرية تحظى بعدد كبير في مشروعات التطوير بما يسهم في تعزيز المكانة الحضرية والثقافية والسياحية لها أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي سوء اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحطة الرمل وأجرى حوارات ودية مع عدد من المواطنين اللي أبدو ترحبهم بالسوء اللي بيوفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق كارمن مازالو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشاركة بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين في مختلف المجالات وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين انبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء أعلنت وزارة الدخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من 1 نوفمبر 2024 وبتقوم بالتنسيق مع كينات تجارية جديدة لتوفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين اشتركوا في القناة